اللجنة المزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة تلتقي اعضاء المكتب السياسي للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي والدكتور وائل الحلقي يؤكد ان الشعب السوري مصمم على المشاركة في انجاح عملية الحوار الوطني الشامل الى جانب محاربة الارهاب اكد الدكتور وائل الحلقي ان الشعب السوري بكل مكوناته اختار طريقه وحزم امره على المشاركة في انجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الوحيد والخيار الامثل للخروج من الازمة بالاضافة الى تصميمه على محاربة الارهاب بكل مكوناته وابعاده من اجل اعادة الامن والاستقرار الى ربوع الوطن وانطلاق مسيرة البناء والاعمار التي بدأت تحضر لها الحكومة على كافة الصعود واندد الدكتور الحلقي بالتفجيرات الارهابية التي وقعت في مدينة الريحانية على الحدود السورية التركية والتي استهدفت ابناء الشعب التركي الصديق مشددا على ان هذه الاعتداءات الارهابية الجبانة والمفضوحة تقف وراءها الاجهزة التابعة لحكومة اردوغان الماريقة التي اصبحت مصدرا لعدم الاستقرار والقلق لدول المنطقة وقيامها بتنفيذ المخططات الصهيو امريكية وخلط الاوراق بعد الهزائم الكبرى التي تتعرض لها العصابات الارهابية التكفيرية على ايدي بواسل قواتنا المسلحة واوضح الحلقي ان امام المرتزقة من العصابات الارهابية المسلحة خيارين لا ثالثة لهما اما العودة من حيث اتوا او القتل على ايدي بواسل جيشنا وبالنسبة للسوريين المتورطين بحمل السلاح اكد الحلقي ان الحكومة تعطيهم الفرصة وتفتح ابوابها امام التائبين للعودة الى حدن الوطن كمواطنين صالحين يتمتعون بكامل حقوقهم مشيرا الى بداية تشكل قناعة لدى المسلحين السوريين بان ما تعانيه سوريا هو عبارة عن مؤامرة كبرى ولذلك بدأوا بتسليم سلاحهم واليوم قام 155 مسلحا بالقاء سلاحهم وابوا الا ان يكونوا مواطنين ويصوبوا منادقهم باتجاه العضو الصهيوني منذ اليوم والحكومة تقدر ذلك وتثمنه واكد الحلقي ضرورة قيام الاحزاب الوطنية بتعزيز ثقافة الحوار بين ابناء الوطن ونبذ العنف ومحاربة الفكر المتطرف الداخلي على مجتمعنا وجدد تأكده ان الحكومة جادة وصديقة ومنفتحة على كافة القوى والاطياف السياسية والمجتمعية والمعارضة في الداخل والخارج التي تؤمن بالحل الوطني من جهته اكد السيد فضل الله ناصر الدين الامين العام للحزب تأييد الحزب للبرنامج السياسي لحل الازمة ووقفه الى جانب الحكومة لترجمته على ارض الواقع مشيدا بالمواقف الوطنية والقومية للحكومة ومقدرتها الفائقة على تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج السياسي بالاضافة الى مقدرتها المتميزة على تذيل كافة التحديات الاقتصادية تميز قطرنا العربي السوري بميزات قل توفرها في اقطار اخرى وكان النهج القوبي التقدمي هو المعطى الرئيسي في تلك الايام وناضلوا في هذه الساحات العديد من الاحزاب انتصارا على القوى الرجعية المتآمرة على هذا البلد واليوم تمر سوريا بمؤامرة مريرة قاسية دامية طالت البشر والحجر قتلا وتدميرا والمرافق العامة نهبا وتخريبا وصولا الى القضاء على المشروع العربي القومي الذي تتطلع اليه سوريا حاضرا ومستقبلا وبعد هذا كله اتوجه الى الغيارة على هذا الوطن والمؤتمنين والمؤمنين على قراءة هذه الامة ان نلتقي ونتحاور نلتقي باريحية المؤمن بوطنه والمحب لامته ووطنه وسنخرج اكثر قوة ومنعة وبثبات لا حدود له وقدم اعضاء المكتب السياسي للحزب وجهة نظرهم لحل وتجاوز الازمة وتعزيز مسيرة الحوار الوطني الشامل ومواجهة القوى العميلات المرتبطة بالخارج واكدوا اهمية تطوير العمل الاداري والمؤسساتي ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب ومعالجة اوضاع المخطوفين والمفقودين مثامنين صمود بواسل جيشنا في التصدي للعشابات الارهابية ودحرها وجرى حوار تفاعلي بناء ومثمر ادى الى التوصل الى رؤى وقواسم مشتركة تغني مسيرة الحوار الوطني وتضاع الاليات المناسبة لانجاح مؤتمر الحوار الوطني وتعزيز الحس الوطني والقومي لدى جميع ابناء الوطن والحوار